ما يزال النظام التركي يواصل قصفه المدفعي والجوي بشكل كثيف وعشوائي على القرى والبلدات الآهلة بالمدنيين في إقليم كردستان متجاهلا بذلك جميع الدعوات التي تطالبه بوقف عدوانه على الأراضي العراقية الطائرات الحربية التابعة للنظام التركي شنت قصفا استهدف ناحية باتيفا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك ما أسفر عن حرق مساحات زراعية واسعة في المنطقة كما قصفت طائرات النظام التركي عددا من القرى المسيحية في محافظة دهوك حيث طال القصف قرى في ناحية نهلة بالإضافة إلى تعرض قرى في جبل كارا لقصف مكثف الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح من المنطقة ومنذ أشهر والطائرات التابعة للنظام التركي مستمرة بقصفها لمناطق وقرى واسعة في إقليم كردستان مخلفة عددا من الضحايا إضافة إلى أضرار مادية بالمساحات الطبيعية والزراعية فضلا عن نزوح الآلاف من العوائل بسبب القصف وعلى مستوى ردود الفعل السياسية تواصل القوى العراقية تنديدها للقصف التركي على أراضي العراق داعية إلى عرض ملف الانتهاكات التركية غير المبررة والمستفزة على المجتمع الدولي لمساءلة النظام التركي أمام القانون الدولي